دكتور الحقيقة الأيام الأخيرة شهدت تطورات كتير سواء على صعيد المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية واللي شئنا ولا أبينا هي مش مجرد انتخابات رئاسية بتجري في أي دولة من العالم وكناش اهتمينها لكن أمريكا غير وتأثيراتها في مجرآت الأحداث في بقاع شتى من العالم غير فعشان كده العالم كله بيتابعها ترقبا لمن سيفوز بيها أو على صعيد التحاولات المهمة اللي حصلت كمان في العدوان الإسرائيلي على غزة وبداية فتح جبهة الشمال مع حزب الله خليني الأول أسمع رأي حضراك لأن حضراك ما كناش موجودين الأسبوع اللي فات في خبر تنحي بايدن وتولي كاملة هاريس بدرا منه سباق الترشح رأيك في قرار تنحي بايدن وفرص كاملة رغم حربها مع الزمن لديق الوقت وانسحاب بايدن كان مضافا خاصة بعد إعلان المتبرعين الأساسيين لحملة الحزب الديمقراطي توقفهم عن التبرش صحيح وطبعا شاهدنا حملة في كافة التجاهات حتى من نجوم هوليود المؤيدين تقليديا للحزب الديمقراطي فرجل وضع حشرة في الزاوية ومن لم يكن أمامه وغير لانسحاب طبعا هاريس كاملة هاريس نائبته صارت الآن مرشحة شبه رسمية بالحزب الديمقراطي بانتظار المؤتمر الحزب الديمقراطي في 22 أغسطس في شهر أغسطس في العشر أيام الأخيرة من شهر أغسطس يفترض أن تكون المرشحة رسمية وطبعا تتعامل مع نفسها ويتعامل معها الإعلام ويتعامل معها منافسها دونالد ترامب كأنها مرشحة النهائية صحيح لبدأت جمع التبرعات في اليوم الأول وبدأت جمع التبرعات وتدفقت التبرعات زادت التبرعات على المتين مليون دولار في أوائل أياما هل ستكون هاريس أفضل أو أكثر كفاءة في مواجهة دونالد ترامب يبدو هذا صحيحا أولا هي أصغر سنة في أوائل خمسينيات من عمرها اتنين هي ملونة من أصول هندية أفريقية كما هو معروف وطبعا هي متزوجة من محام يهودي ففيها أوصاف مركبة تتيح لها حوض معركة لها جمهور يعني كونها ملونة طبعا بيجتزب تقليديا عناصد كثيرة في المجتمع الأمريكي كونها وسيقة سيدة هذا جديد طبعا ليست أول مرة غيلر كلينتون ترشحت ضد دونالد ترامب أيضا في 2016 مضبوط أتذكر أنه هيلر كلينتون وربما تكرر ذلك كامالة هاريس فازت على ترامب في المنظرات الثلاث التي جرت بينهما أتصور أيضا أنه في المنظرتين الثانية والثالثة التي تنتبقتها سوف تفوز كامالة هاريس هي أكثر حيوية بتكلم كويس في نفس الوقت عندها لهجة هجومية تصلح للتعامل مع أشخاص مثل دونالد ترامب طبعا عنوان لهجتها الهجومية ظهر مؤخرا في فكرة أنها كانت مدعية عامة في ولاية كاليفورنيا ودي أغنى الولايات الأمريكية فهي بتتقدم في صورة المدعي العام ضد المدان جنائيا يعني ضد المجرب يعني فكرة فبدأ السباب من الآن التقليدي يتحدث عنها ترامب وأهله وحملته باعتبارها مجنونة وهي تتحدث عن ترامب باعتباره معتوه فهناك طبعا توقع أن تفوز في المناظرات هذا صحيح طب قبل التوقع في المناظرات هل أولا تستطيع كاملة هارس بشخصيتها الوضح ملامحها لينا مقاومة الحالة الترامبية اللي هو ممكن يفعل أي شيء وضرب تحت الحزام ودخول في أعراض ولسان سباب يعني كل شيء متابع هي لسانها منطلق أيضا ويبدو أنها عودت نفسها أو أهلت نفسها لموجهة ترامب على هذا الصعيد لكن هل يكون فوزها المتوقع من وجهة نظري في المناظرات وفي الكلام عموما وثم في التدفق المالي الهائل الذي أحاط بها كافيا لأن يصل بها إلى البيت الأبيض هنا قد نكون بصدد ريبرتوار يعني إعادة لما جرى في 2016 نعرف أن نظام الانتخابي الأمريكي نظام مركب هناك تصويت شعبي ثم هناك نظام المندوبين أو الكلية الانتخابية المجمع الانتخابي فيه مندوبين لكل ولاية بمعنى إيه؟ بمعنى أنه الذي يفوز في ولاية معينة بخمسين في المئة زائد واحد يأخذ أصوات كافة المندوبين صح وهنا يبدو الفارق يعني تظهر المفارقات وهذه مفارقات حدثت طبعا في صدام هيلار كونتو مع دونالد ترامب فازت تعبية أي أن مجموع الأصوات التي تحصلت عليه يفوق الأصوات التي تحصل عليها دونالد ترامب بملايين لكن ترامب هو الذي ذهب إلى البيت الأبيض بسبب غلبة المندوبين أعداد المندوب الولايات في المجمع الانتخابي وطبعا لم تكن وقعت هيلار كونتو أول مرة ألجور مثلا الذي كان نائبا لكلينتون سبق أنه حقق مثل هذا التقدم في التصويت الشعبي لكن لم ينلحظه في أصوات المندوبين هذا الفكرة المندوبين تزيد أهميتها في هذه الانتخابات وفي الانتخابات التي مضت أيضا بين بايدن وترامب معنى أن هناك ما يسمى الولايات الحارجة أو المتأرجحة يعني في ولايات تصوت تقليديا لصالح مرشح الحزب الجمهوري وولايات أخرى تصوت تقليديا لصالح الحزب الديمقراط هناك ولايات في الوسط قد تصوت لهذا أو ذاك بحسب الأحوال والولايات المتأرجحة هي التي تحسن أعداد المندوبين في المجمع الانتخابي النهائي يعني مثلا نتذكر أن جورجيا وهي من الولايات المتأرجحة كان الفارق بين بايدن وترامب عشرة ألاف صوت ورغم ذلك طبعا كانت حاسمة جدا في فوز بايدن بايدن كان يتمتع بتصويت الأجيال الجديدة وقتها هارس تبدو أكثر تأهيلا للتمتع بهذه الأصوات هذه المرة فيما يخصنا نحن طبعا القضية الفلسطينية والأمريكيين من زاو الأصول العربية والمسلمة بذاتهم ليسوا قتلة مرجحة لفوز أحد لكن في الولايات المتأرجحة ولهم وجود فيها في ميتشجن وغيرها قد تكون هذه الورقة الرابحة وتركز عليها هارس الآن من الواضح جدا في لقاءات نتانياهو مع بايدن ثم مع هارس ثم مع ترامب واضح جدا هذا الفارق فارق اللغة يعني بمعنى هي لا خلاف بين أي مرشح أمريكي سواء من الحزب الديمقراطي أو من الحزب الجمهوري من زاوية اعتبار إسرائيل بقرة مقدسة ولذلك تلحظ أن تعبيرا مثل أمن إسرائيل وكذا يتصدر المشهد دائما لكن هناك اختلافات في اللغة بمعنى أنه تبدو هارس أكثر معقولية مثلا حين نتحدث عن عذاب الفلسطينية عن معاناة الفلسطينيين عن ضرورة وقف الحرب عن حتى شعر في القلوري حل الدولتين بينما يبدو ترامب على طريقته الفجة يعني قال لنتانياهو مثلا أنه هارس خانت إسرائيل ولا يجوز اليهودي أن يعطي صوته لها يعني زي يهودي يعطي صوته دي أهانة إسرائيل فأهانة إسرائيل في إيه؟ لو مجرد أنها تحدثت عن ضرورة وقف الحرب هل يعني ذلك أنه لدى الوصول إلى البيت الأبيض سوف تختلف الممارسة؟ لا أظن يعني إلا لأنه طريقة ترامب طريقة المقاول طريقته في يعني مثلا تجعله حتى في تصرحاته متناقض بصدد القضية الفلسطينية وصدد حرب غزة ترجمة نانسي قنقر